موسيقى أحباً المستمعين، أعزائي المشاهدين، الله معكم منبلش اليوم بشهر نيسان، سبع نيسان وفي سبع محطات رح نتوقف عندها بدءاً بالقديس جون باتيس دولاسال بعيده سبع نيسان ومننتهي بيعقوب أخو الرب خيو للرسول والإنجيلي يوحنى الحبيب ولكن قبل ما بلش بتفاصيل جون باتيس دولاسال منقرى المقطع الإنجيلي اللي بيتناسب مع حياته من ألفين سنين قال الرب يسوع أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ إنه لا يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجاً وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة ليضيء لكل من في البيت هكذا فليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء لا تظنوا أني جئتوا لأبطل التوراة أو الأنبياء ما جئتوا لأبطل بل أكمل كلام الرب شي الأكيد أحبائي أنه هالنص الإنجلي بيلبق لكل إنسان صار على درب القداسة على طريقته والأداسة شو هي؟ الأداسة هي السهلة الممتنعة فيك تحكي عنها بسهولة وتعيشها بسهولة فيك ما تحكي عنها إلا بصعوبة وما فيك تعيشها ضيف حلقتنا اليوم كاهن كاهن اسمه يوحنى دولاسال وبالعربي بيسموه يوحنى سالس بس نحن بنعرف دولاسال وين عم تتعلم؟ بالمون لسال يعني جبل لسال هاك تعودنا بهالإنسان كان فريد من نوعه وحقيقة بيلبق له ينقل عنه أنه هو ملح الصورة العطاها يسوع عن الملح بتتناسق وبتتناسب وبتطابق مع يوحنى السالوس لأنه بالواقع كان ملحا يعني كان نكهة طيبة بالبيئة اللي كان فيها والأمكان اللي زارة والمدارس اللي أسسها والبيئة اللي اشتغل فيها كان ذلك الملح طعمه كيف الملح بيعطي طعمه ونكهة لذيذي لكل الطبخة كذلك حتى اليوم ما زال يوحنى سالس جون باتيس دولاسال يعني مؤسس رهبنة الأخوة المسيحيين بعضو هالنكهة اللذيذي وبعضو هالنور وما بتنقطع الكهرباء عندو هالنور ما بينقطع عند عند الفرير ديزيكو الكريتيان لأنو منشوف بعضين عند مدارس كتيري وبعضو نقلن اسمهم هالاسم اللي عمرو 300 سنة ونيف بعضو بيلبقلو ينقل عنن عن هالأخوي واللي الشرف احكي عنن ولو ما استحق ذلك بس بعرف انو هني ما زالوا هالملح اللي عم يعطي نكهة للمجتمع وللكنيسة وهالنور اللي عم بيضوي بظلمات الكسيرين فإذا نضيوفنا لشهر نيسان عنا سبع حلقات سبع حلقات بس اتعلمت شغلي بدي علمكن ياها انو شهر نيسان كمان الو نكهة جديدة نيسان كلمة نيسان كلمة مركبة من كلمتان فارسيتان معناهن اليوم الجديد لاش اليوم الجديد لأنو بشهر نيسان تتجدد الطبيعة بمناسبة فصل الربيع وساعته الطقس بيحمل صفاء ودفء مع جمال الطبيعة بأزهارة وبهواء العليل وبيسموهن نيسان بالفرنسيوي أفريل لأنه جاي من أفريري باللاتيني معناته تفتح تفتح فإذا من الناحية الدينية كمان عدا أنو هالشهر بينفتح على الطبيعة الحلوة كمان هيدا الشهر فينا نقول أنه هو شهر بعض الأعياد المسيحية والتسكرات مثل عيد الفصح مثل تهنئة العدراء فإذا نحنا بشهر نيسان عنا سبع حلقات تشكيلة حلوة كتير منوعة فيها الأديس وفيها الأديسة وفيها الشهيد وفيها الأنجيلي وفيها تلميذ يسوع ولكن نحنا رح نبلش بسيرة القديس جون باطيس دولاسال برجع بقول أنه دولاسال معروف بس هو اسمه يوحنى المعمدين دولاسال هيدا اسمه هيدا اسمه بس ولكن نحنا بنعرف عند الفرير بنقول وين عم تتعلم بمدرسة الفرير الفرير دي زيكولي كريتين أخوة المدارس المسيحية اللي عندن بال مثل ما بعرف عندن بالجميزة وعندن بالشمال وعندن فرن الشباك وعندن بالكورة إلى آخره فإذا وقت منقول دولاسال يعني نسبة إلى هالمؤسس هيدا اللي بدنا نحكي عنه اللي هو قديس قديس أوريجينال قديس مميز جدا واللي بقوله أنا إنه هين كتير نفتح الانترنت ونقرأ حياته بس أنا ما بتطلع على الحالة التاريخية عند القديس بتطلع أنا شو بيفيدني مثلا أول إفادة بقدر أولى إنه وقت اللي أنا بحكي عن قديس أو أنتو بتسمعوا عن قديس معناتها إنه قراءة حياة القديسين وصيرة القديسين من أهم الوسائل الروحية لتنمية العلاقة مع ربنا لأنه يكفي أن أسمع عن هذا القديس أو ذلك واتأثر بحياته تأثر بحياته ويصير عندي شوق وعندي ثوق وإرادة إنه أقتدي فيه من هون أهمية سيار تقرأ سيار حياة القديسين لابد من أن يأتي يوم أو أن يأتي تأتي حياة القديس وأنا أتأثر فيها فإذاً الفيدي الأولى الفيدي الأولى أنه هو من أهم الوسائل الروحية اللي بإمكاني أنا من خلالها تنمى أو تقوى أو تتغزى علاقتي بأله وكمان الشغلة التانية الأحلى الفيدي التانية من قراءة حياة أو الإطلاع على حياة القديسين إنه أقدر شوف بعض المبادئ الروحية الإنجليية اللي أنا بالنسبة لألي صعب إنه نفزها بلاقي إنه هالقديس هيدا فلان إنه أدسها متل وقت اللي أنت تسمع كلام المسيح عم بيقلك من ضربك على خدك الأيمن حول له الأيسر بتقول شو هالجد بهيدا ولكن في عنا أدسين وعنا شو هدا وعنا ناس أفاضل عيشوا هالمبدأ هيدا وكمان في مبدأ تاني بلاقيه أنا مستحيل إنه إذا أنت معك مصاري تخلى عن مصرياتك وروح بيع ممتلكاتك وعطيها للفؤرة ما يعني إنه المبدأ التاني عيشوا جون باتيس دولاسال لأنه كان معه مصاري وكان مرتاح وراح بيع كل شيء بيع كل شيء تا يهتم بحالي واحدة بحالي واحدة تشعبت بعضين إنه يهتم بولاد الفؤرة شغلة مهمة جدا ترك أذا بدكم عائلته وساروته وتخلى عن وجباته الكهنوتية تا يقدر يتفرق لهالولاد المشردين مشردين لا في حروب ولا في شيء بس إنه كانت المدارس أنا زيك بفرنسا بفرنسا هي للنخبة الميسورة للنخبة الميسورة بينما هناك فئة تانية كانت مهمشة كانت متروكة إجا هو يفكر فيها وقال أنا بدي يكون همي واهتمامي من اليوم رايح بدي أترك ممارساتي الكهنوتية وبدي أترك ساروته وأنا بدي يكون عندي سروة تانية هي أولاد الفؤرة وهذا اللي عملوا وهون ربنا كان إلى جانبه وكبروا هال هالمؤسسة فإذا قلنا أول فادي تنطلع حياة الإديسين هي تقوية العلاقة مع ربنا وتاني شيء التنفيذ العملي لبعض المبادئ الإنجيلية اللي منعتبرها اللي منعتبرها انه هي مستحيلة وشغلة ثالثة فين يقول كمان بإمكان حياة الإديسين تكون لقلي يمكن ما تكون لغيري نوع من الفيتامين نوع من المقويات نوع من المغزيات لحياتي ما حدا بيعرف أي متى ربنا بيشتغل فيه من خلال سيرة هذا القديس ويأثر فيه ما حدا بيعرف لهالسبب ممنوع نحنا نحكم على الأشخاص ونقول هيدا عاطل وهيدا سيء وهيدا شرير وهيدا ما بيطلع من أمره شيء أوعى من الناحية المسيحية ممنوع نقول هالكلام هيدا لأنه لا نعرف متى ربنا يتدخل وعلى من يتدخل وكيف يتدخل ولماذا يتدخل وبسبب مين بيتدخل هيدا يوحنا باتيس دولاسال شفنا أنه ترك كل شيء حتى كهنوته تركه الممارسات الكهنوتية تركها تيتفرغ لهالولاد الفؤرة بتقولولي ما بيحق له الكهنوت أهم شيء وكذا كله مضبوط بس هذا الإنسان أخذ هالملحة وأنا مفروض فيي اللي عم بتطلع على هالأخبار أنه يكون فيتامين لألي يمكن أنا ما فيني أعمل مثله بس بقدر أقول أنه علاقتي مع الله بإمكانه تغير أشياء كتير بحياتي وهون بتجي الفيدي الرابعة أنه ليش نحنا هون بهالبرنامج عم نتوقف على حياة الأديسين والأديسات والرسل وبعض الأعياد أنه نحنا نتأثر لأنه بعض المرات أنا بيجي نهار بتأثر بهالأديس بفضاء الأديس وبحياة هالأديس بأنه بصير أنا حاول ليش بقول أنه أنا صاحبي أنا وهالأديس أنا صاحبي أنا وهالأديسي أنا بقتدي فيها بصلي صلاطة بقرأ القراءات الروحية بتواضع مثله بحب مثله بسبح مثله ما حدا بيعرف أي متى ربنا بيتدخل بحياته بقى إذا بتريده نحنا عم نتطلع على حياة القديسين مش إنه تنقريا هاك نوع من الإعلام عرفنا عنه كذا لا بالعاكس لازم يدخلوا بفكرنا وبضميرنا وبحياتنا ونطلب شفاعتهم كمال لأنه هني شغلتهم الشفاعة لدى الله بعد هالمؤدمة هايدي منوي باختصار طبعا أنتو فيكنتقروها بعدد كتب منوي يوحنى سالوس الجون باتيس دولاسالد في هوي طبعا فرنسيوي متل ما بتعرفو ولد كل محطات حياته المهمة سقبة كانت بنيسان خلق بثلاثين نيسان ألف وستمية وواحد وخمسين صار خوري تسعة نيسان ألف وستمية وثمانية وسبعين وكمان مات بثمانية نيسان سنة الألف وسبعمية وتسعة عشر فإذا من مدينة فرنسا بيرانس ومتل ما قلتلكون أنه كان همه واهتمامه هو تعليم الأولاد الفقرة قلناها ومنعيدها وحط هذا الهدف أنه ما بدوا يشوف ناس مشردي بالشوارع لأنه كان يومتها المدارس انتبهوا منيح مدارس كانت للأغنياء للميسورين بينما البقية ما يتعلموا بقى هوي حط براسه أنه أنا بدي اتفق مع ناس يساعدوني مع معلمين يساعدوني تا نقدر نأمن العلم لهؤلاء وهون بدي يقلك ليش سميهن قد ما بعرف يعني الإخوة المسيحية ما بدوا كهنة لأنه بيعرف أنه الكاهن عنده واش بيت كهنة عنده رياضات عنده اعترافات عنده مناولة بده أخوي دي فرار لا ما نقول إحنا عند الفرارات معناته هني تفرغوا للرسالة التعليمية للرسالة التربوية ويكون كل وقتهم تقدمة وفي محلات ممنوع فرارات مثلا أنه يكون خورة بيضلوا فرارات تا يأمنوا رسالتهم التربوية مثلا في جمعية تانية رهبانة تانية اسمها المريانيست اللي أنا درست عندهم أو قعدت عندهم سبع سنين بسويسرا هول أخذوا قرار أنه بعد كزا سنة كان فرار عشرين ثلاثين سنة أذا أراد أنه يحب يصير خورة بيرجع بيدرس لهود وبيكفي رسالته تعليمية كونه كاهن فإذا الفرارات بيضلوا فرارات على طول وفي منهم بيرسموا أخوارني وبيضلوا أخوي في منهم القسم الثالي المهم الهدف هو واحد أنه يهتم جون باتيس دولاسال وسميهن إخوة المدارس المسيحية لهالسبب سميهن كذا تيتفرغوا تيتفرغوا إلى هالعمل الرائع جدا ويعطوا منح جديد منح جديد للحياة الروحية طبعا هالشي هذا وقت اللي شايفوا أنه هالإنسان عمل ثورة بعالم التربية أنه عم بيعلم بلايش وعم بيجيب ناس يعلموا بلايش وشيلوا اللغة اللاتينية وحط اللغة الفرنسية عمل خطة بالبلد ولكن هو ما تأثر تابع دولاسال مشروعه بالإضافة كمان أنه يوم الأحد كان يعمل تعليم للعمال الشباب في الشباب عم تشتغل مفروض فيها تشتغل بالبحر الأسبوع وترتاح الأحد هو يصار يعلمون فإذاً فينا نقول أنه هالإنسان أوجد مؤسسات تهتم برعاية الجانحين وهو بحد ذاته كمان خلق مدارس تكنيك مدارس فنية ومدارس للغات الحديثة وللفنون وللعمون عمل ثورة تربوية مدرسية بالبيئة اللي هو عيش فيها طبعاً هالإنسان اللي تخلى عن سرته واللي تخلى عن كهنوته بعد ممارسات كهنوته ما تخلى عن الله وما تخلى عن الصلاة شايف خدمته لهالولاد هال الفقرة أعزم خدمة وأعزم صلاة وأعزم لقاء مع ربنا من خلاله وهو ساعته عايش حياة رسول مجاهد مضحي في سبيل هؤلاء الأولاد من أجل نشأ جديد ومتل ما بعرف بالأحصاءات اللي أنا جبتها أنه عندهم اليوم الرهباء للإفرارات المريست عندهم مدارس وجامعات بشي 72 وهي دولة وهي تعتبر الأخوة المسيحيين الفرير ديزيكو الكريتين من أكبر الرهبانات التعليمية في العالم فمن ثلاثة سنين كانت الرهباني تضم 3700 أخ الفرير هلا زادوا نقصوا ما بعرف 3700 وعنهم بمدارسهم وجامعاتهم 90 ألف معلم ومعلمة وعندن كمدرسة وكجامعة وكمركز تعليمي 1080 مركز وعندن سبعين جامعة سبعين جامعة متل ما أننا بـ 80 دولة ومئات الألاف حويل المليون طالب بقى شوفوا شوفوا هالعظمة وقت ما نقول رينا الإنجيل أنتم نور العالم فإذا كل مدرسة هي نور كل مدرسة كل جامعة كل مدرسة تكنيك كل حالة مؤسسة عم نعلم فيها وعم نتعلم فيها وعم نتربى فيها هذه نور فإذا هذا النور اللي هو جامباتيس دولة سال لم يحتفز بمقدراته لأله وبالمواهب لأله من خلال معطيته مع ربه من خلال التخلي عن أمور كتيري إجا أراد أنه يضوي بحياة هالناس تهالناس هالا الأولاد الفؤرة كمان يضووا هلأ مثل اليوم ما بقى فينا أولاد الفؤرة صارت مدرسة بتضم كل الفئات ما بعرف إدياش نصيب الفؤرة عندن هني بيعرفوه ما بحق إلي أحكي بس بعرف إنه مدارسن هي مدارس مرموقة فيها نور فيها علم فيها هداية فيها تربية مسيحية إلى آخره هلأ اللي بهمني بنهاية حديثة مثل ما قالت بالبداية إنه أنا ما بهمني بس أحكي أشياء هاك تاريخية خارجية قالت بالبداية إذا بتتذكروا ببداية حديثة إنه أنا كأخوري وإنتو كمستمعين إنه نحنا منشوف إنه الحياة عن هالديس هيدا كان جون باتيس دولاسال مؤسس مؤسس الأخوي المسيحيين إنه بإمكان حياته وقراءة حياته والتأمل بحياته تكون وسيلة نحنا نقوي علاقتنا بربنا بنهي كلامي إذن خلاصات لهالشي اللي قلته أول خلاصة بحب تسمعوها منيح إنه الإديس إنه مؤسس دولاسال هيدا عائلته إذا تأثرت بهذا القديس أن أكون بدوري أيضا نور في حياة آخرين فإذا وقت اللي ربنا اختاروا لدولاسال اختاروا بوقت كان في ظلم كان في أهر كان في ناس عايشة بالجهل والعلم مثل ما قلت لك كان امتياز خاص للأغنياء معناته إنه إنه الطبقة الشعبية ممنوع تتعلم فهو إجا نهض هالفكرة هايدي وأراد إنه يكون العلم هو من نصيب آآ كل الناس ومن خلال من خلال قبول هالأولاد الفقراء حاول إنه يدخل فيهم روح الله لأنه مدارسه كانت مجانية فإذا شفتوا العملية كي بتكون وقت اللي ربنا بيختار أشخاص كل مئة سنة يمكن ما بعرف إدياش تيكونوا نور تيكونوا نور ويكونوا ملح بالمكان اللي هو موجودين فيه إدا نحنا منتأثر إدا نحنا منستفيد إدا نحنا منرتوي هايدي تعود إلى حياة كل واحد مننا المتيلة الثانية اللي فينا ناخدها كمان إنه تهالإنسان يتوصل إلى هذا العمل ويكون عنده مليون تلميذ ويكون عنده بسبعين دولة ويكون عنده كزامية مركز تعليمي طيب واحد بده يفكر إنه أنت مين أنت شو إنسان عادي بس كان فيه روح الله يعني كان بيتمتع بروحانية هو بيعرفها هالروحانية العميئة ترجمت ترجمت هالإنفتاع على العالم هالاهتمام بفئة من الناس وأراد إنه متل ما ربنا ضوى بحياته أراد إنه هو كمان يضوي بحيات الناس ويكون هو يهتم بهالطلاب لهالسبب تلكم بالبداية فكر بتأسيس جماعة أخوي مش كهني فرير ديزيكو الكريتين طي يتفرغوا ليش تبقيوا فريرات طي يتفرغوا كليا للتعليم ويكون همن واهتمامون الطلاب لهالسبب سميهن إخوة دي فرير إخوة حتى تجمعن المحبة ويعيشوا الشعار المعروف أحفظوه أزابتكن قلب واحد التزام واحد وحيات واحدة فإذا هالشغلتين بهمنا أنه نحنا نعرفون نعرفون ونتأمل فيون ونصلي للأخوي لفرير دولاسال نصلي لون لأنه هني كمان بحاجة لدعمنا بحاجة أنه الداعم بيعلموا عنا بالعالم كله سواه هالرسل هالمبشرين هالحملين هداية النور هالهني هديي للمجتمع وهدايي للمجتمع وكل هالشي هدا بفضل مؤسسن جون باتيس دولاسال رزاكنا الله شفاعته وبركته وإحساناته آمين كان معكنا الأب يونان عباد على أمل اللقاء فيكم بحلقة تانية دايما من صوت المحبة من تلفزيون المحبة وإلى اللقاء